في التعليق على هذا الموضوع ينام إلينا من نيويورك المحل السياسي أحمد فتحي أهلا بك سيد فتحي كاري يتحدث عن قدرة أوباما في انتزاع موافقة الكونجرس على اتفاق نووي مع طهران ماذا يعني هذا الكلام؟ هل نفهم أن مصير الاتفاق بات بيد الكونجرس؟ الاتفاق نفسه ليس المشروع القرار اللي نقشته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لا يفترض وجود سلطة للكونجرس في الاتفاق النووي ولكن الكونجرس لديه ورقة شديدة التأثير وهي ورقة العقوبات وأنا أتصور أن أي اتفاق سيكون مع إيران وأعتقد أيضا أنه من ضمن الاتفاق الإطاري الذي وقعه في لوزان أنه ضرورة رافع العقوبات يجب أن نبرز أن المفاوضات الدائرة تجري بين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد واحد اللي هو ألمانيا وهذا سيتلي صدور قرار من مجلس الأمن بهذا الاتفاق فإذن هو خارج سلطة الكونجرس النقطة الثانية الكونجرس فقط سيكون له رأي بالقبول أو الرفض ولكن في شأن العقوبات وليس في شأن الاتفاق البند الأهم ربما بالنسبة للطرفين في هذا الملف روحاني أكد أن بلاده لن توقع أي اتفاق قبل رفع العقوبات نحن أمام شروط جديدة إذن يمكن أن تعرق الاتفاق النهائي بالتأكيد في إطار العملية التفاوضية كل طرف يأخذ موقف أكثر تشددا حتى يمكن أن يكون هناك مجال للتفاوض والتنازلات والحصول على امتيازات إلى آخره لا يقلقني رأي رئيس روحاني أنه في النهاية السياسي ووزير خارجياته جواد ظريف نستطيع أن نتكاهن بنسبة دقة كبيرة كيف ستكون مواقفهم ولكن ما يقلقني في الشأن الإيراني هو سلطة وآراء خامنئي التي حيادت الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه أخيرا وبشكل ما حيادت الرئيس روحاني نفسه يستطيع روحاني أن يكون بالاتفاق ويأتي خامنئي ويلغي كل هذه الاتفاقات ما زالت اللهجة العدائية تجاه أمريكا هي الشيطان الأكبر وهذه اللهجة العدائية أيضا سيد فتحي والامتعاد سمعناه من قبل تل أبيب مثلا التي أعربت في بداية الأمر عن غضبها الشديد من الاتفاق بين الغرب وطهران ولكن الآن تعرب عن ارتياحها من اتفاق أوباما مع الكونغرس إلى أي حد سيكون العامل الإسرائيلي فاعلا في حسن مصير الاتفاق النهائي مع طهران برأيك إسرائيل ونتانياه لديهم علاقات عميقة وقوية مع الكونغرس الأمريكي هذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها كانت أزمة بين البيت الأبيض والرئيس أوباما والكونغرس ورئيس مانجرس النواب جون بينر فبالتالي نتانياه لا يتحدث من فراغ ولكن يتحدث مستندا على قوة الكونغرس الأمريكي وعلى عمل التأثير الذي يمكن أن يفرضه ربما على الكونغرس بطبيعة الحال شكرا لك المحل السياسي أحمد فتحي كنت معنا مباشرة من اليوم شكرا جزيلا لك لديق الوقت أنا آسفة على المقاطعة شكرا